السلام عليكم شباب و شلونكم و شلون اخباركم. طبعا اليوم عنا فيديو شرح عن برنامج الو بي اس ستوديو. انا قناتي مختصة بالالعاب. لكن بعض الاحيان يجيني واحد يقول لي اشرح عنها الشي هذا. لان اشوف انه انت عندك اه الوضع كتير تمام ممدر ايش. فجاني واحد شابا بارح بالبس وقال لي البث عندك جوتك جدا حلوة. مسألني ازاي سوي على الو بي اس. قلت له على الو بي اس. فقال لي نزل شرح. و عشان هيك لازم اه رح انزل هذا الشرح. طبعا فيه ثلاث نقاط بالو بي اس اه الكل يغفل عنها وما يطبقها بالشكل الصحيح. او حتى انهم ما يعرفونها. فيسبب لهم مشاكل ارتفاع البنك. وتقطيع بالصورة اثناء البث المباشر. طبعا ايش هالنقاط و افضل اعدادات للو بي اس بخصوص البث المباشر والتسجيل. رح اشرحهم واقلكم عليهم هذا الفيديو. طبعا قبل كل شي قبل ما ادخل بال. قبل ما تدخل للو بي اس. اول شي لازم تسويها تجي بالفارة. الكبسة اليمين. وتخلي على يعني انت تخلي ينفتح بخاصية و راح تشوفون انت باللغة الهولندية بس هي بالانجليزي كمان نفس الشي. راح تشوفون حد هاي هاي الاشارة وكلمة تضغطون عليها تضغطون عليها تفتحوه. ايش ايش فأت هاي الميزة انها مسلا مسلا انزا انت فاتح لعبة بدك تلعبها. فكل شي موارد بالجهاز راح تكون اولويتها لهاي اللعبة اللي انت راح تلعبها. لكن اذا فتحت الو بي اس على خاصية الادمينيستريتور. فراح يكون هو بالمركز الثاني يعني هو راح تكون نقوله الاولوية عن باقي التطبيقات. فهم علي شلون يعني اللعبة بعدين الاو بي اس. هاي اول نقطة حاب انوه لها. النقطة الثانية انت بعد ما مسلا نضيف game capture. مسلا اه راح اضيف مسلا تعال خلينا شوف اه جهاز العرض. موافق اه انا هيك موافق. انا هون عبسوي اه لجهاز العرض ماشي. النقطة جدا المهمة انك هاي النافذة لازم تسكرها. بعد ما تشوف انو كل شي صار زين. اه صارت صورة تعال لعبة موجودة بهاي النافذة. روح اغلقها هيك. تمكين المعاينة. تمكين المعاينة اضغط عليها هيك صارت. فهم علي شلون? هاي النقطة الثانية جدا مهمة. طبعا هاليا راح اروح على العددات البث المباشر اشرحها وعدادات التسجيل. وبعدين في نقطين هو انا قلت ثلاثة بسمك انا ماربعة. في نقطين جدا مهمة جدا جدا يؤثروا كتير على اه على البنك يخلونه يوصل لل الف وميتين وارف واربعمية كمان. لانو انا هاي المشكلة جدا واجهتها. وفي مشكلة تاني هي الصوت لانو انا بعد ما شاهدت كتير من التديوهات شفت انو كتير اشخاص وقت اللي يشرحون الاعدادات يسوي يخلونك تضيف اشي بالصوت يعني يخرب الصوت ويخليه ابن كلب. وانا كان عندي هالمشكلة وزا رجعت شهرين لورا بالفيديوهات على قناتي وشفت البثوث المباشرة من قبل شهرين راح تشوفوا ان الصوت بصراحة جد ابن كلب يتكرر مدري ايه يعني صوت ابن كلب حشاكم. طبعا يالله نفوت على العددات. اول شي تروح على الفيديو على قائمة الفيديو تخليها سبعمائة وعشرين سبعمائة وعشرين سعيش يجي واحد يقول لي انا بديها على الف وثمانين اخي ما في داعي الالف وثمانين لانه لانه صدقني سبعمائة وعشرين راح تعطيك دقة افضل وجودة افضل من الف وثمانين طبعا تقول لي لا مش صحيح هو مش صحيح لكن ازا بدك على الف وثمانين بدك تخلي البيتريت رقمه يكون خيالي بدك تخليه يعني تقريبا ستة الاف بك تخلي واذا خليتو الست الاف البنك راح يوصل للمليون اه تقطيع بالصورة مشاكل مدري ايش مدري بطء بسرعة الانترنت يعني راح يسبل بكتير مشاكل لكن سبعمية وعشرين بتريت شوي عالي راح يعطيك يعني دقة يعني تقريبا مقاربا للالف ثمانين و الف سعمية وعشرين لكن راح اقول لكم ايش راح تسبون بالضبط سبعمية وعشرين سبعمية وعشرين هاي الفلتر هو دائما تكون على الست عشية لكن اذا خليتها على الست وثلاثين راح يعطيك دقة لسه افضل شوي لكن اذا شفت انت مشاكل شوي بالفيديو فرجعها للست عش طبعا بعد ما تجربها انا دائما نحطها على الست وثلاثين لانو انترنت عندي عندي جدا قوي الاف بي اس هون عندك انت من ثلاثين لستين انت خليها تسعة وخمسين فاصل اربعة تسعين بشان اذا بعض المرات صارت دروب فريم بشان يعني يكون في شوية يعني مساحة بالفريمات والله يعني ما راح اقدر اشرحها لانو صعبة شوي علي اني اشرحها لكن على كل الاحوال ما في فرق بينها وبين الستين غير انها هي اقل بشوي راح يعني ما راح تخلي الدروب فريم يظهر بالفيديو يعني يعني راح تساعد شوي راح تساعدك شوي على ما اظن المهم انا هيك مخليها هي اول شي بالنسبة للفيديو بعدين نروح على عام على عام ما في شي انك انك تسويه غير انك ان شاء الله حلو انك تخليه على الدارك يعني اللون الاسود هذا اشي الباث اذا انت بدك تسويه على اليوتيوب هذا هو هذا هو شي معروف عندكم في يوتيوب تويتش لايف مدري فيسبوك المخرج هو الي منحنا يهمنا احلا المخرج عندك اه خانة 200.票 وان فيديو ني فنغ ايش 264 او اذا انت عندك حين ان فيديو نيف graft فختارها اذا ما عندك هيها خليق على 264 اي حين الميتين اللي ا血 264 تعتمد على المعالج اما الانفيديا نيفينك تعتمد على كارت الشاشة طبعا ليش انت لاحت تتخلي الحمل يكون على المعالج في خليها على كارت الشاشة راح تعطيك يعني اداء افضل لكن زي ما عم ذكيها خليها 264 عادي ثاني شي مثل ما كم شايفين هذول الاعدادات بنيجي للأعداد الاهم شي هاي هون دائما تخليها على ال CBR الاعداد المهم كتير هو البتريت البتريت هو كل ما خليت البتريت اكبر كل ما اعطاك كل ما اعطاك دقة وضوح افضل لكن هالشي برضو راح يسبب لك اذا كان الانترنت عندك ضعيف راح يسبب لك دروب فريم ارتفاع البنك التقطيع بالصورة فهو متفق المتفق عليها انك اذا تسوي على جودة سبعمية وعشرين بي فلازم تخلي البتريت 3000 لكن انت حطوه على 4000 جرب اذا ما صار معك رجعه ل3000 اذا ما صار معك خليك هيك تنقص خمسمية خمسمية لحتى توصل الالفين اذا ما صار معك على الالفين يعني راح هيك فانا بظن انه الانترنت عندك جدا ضعيف فوقتها راح انت تقلل منه مية مية تصير قلي يعني الفين الف وتسعمية لحتى تشوف يعني البث صار عندك كل جزين هاي هون تخليها على رقم اثنين الكواليتي هاي تخليها نفسها اما هاي البروفايل تخليها ماين تحطها على ماين هون الباقي تتركها مثل ما هي هاي طبعا بالنسبة لا اعدادات البث المباشر يعني افضل من هيك ما راح تتلقى اعدادات يعني بصراح انا من اليوم ورايح ما راح اسوي على الف وثمانين الف وتسعمية وعشرين بي راح اسوي على سبعمية وعشرين لانه شايف يعني لانه الانترنت يساعدني حتى لو حطيته على خمس ثالاف فرايح ساعدني كتير الانترنت بما انه قوي نيجي على تسجيل التسجيل انا حاطوا الحفظ بالهارد ديسك هون دائما تخليها على mp4 هاي الان تدعم كل الصياغ كل الصياغ لكن اذا بدك تسجل فيديو بألف وثمانين بي فلازم تغير هادول يعني تتجيهين تحطها على الف وثمانين هاي حال اذا انت بدك تسوي تسجيل فيديو اما اذا بدك تسوي بث مباشر فلازم ترجع على سبعمية وعشرين طب هني تكون هايك المخرج خلصنا الصوت في عندنا مشكلة الصوت طبعا طبعا انا هون حاط انه اذا بدي ابدأ البث المباشر اضغط على حرف الاف عشرة على الكبسة الاف عشرة واذا بدي اوقف البث المباشر اضغط على الاف عشرة مرة ثانية تكون وقف هذا كان بما يخص البث والتسجيل نجي على مشكلة الصوت طبعا انت اول ما تنزل البرنامج راح يجيك هادول اثنين موجودات بس اثنين ما راح يكون اكتر من اثنين لكن ايش يقولوا لك الاشخاص اللي منزلين عنهم شرح انه والله روح ضيف صوت التقاط مخرج الصوت والتقاط مدخل الصوت يا اخوي انصحك نصيحة لا تضيف اشي خليها مثل ما هي لانك اذا ضفت هدول اثنين فرح يصير عندك هيك اكتر من صوت يعني بتاع المدخل والاخراج من كل نوع راح يصير عندك صوتين وهاشي راح يسبب تكرار الصوت ويعني الصوت يصير بصراحة ابن كلب اللي كنت انا هاي المشكلة دائما اواجهها بالصوت فعشان هيك اذا انت حملت البرنامج ويفضل انك تروح تحمل البرنامج من اول وجديد عشان اذا انت كنت مسح هدول حملوا من اول وجديد راح تلقاهم هيك طبعا هاي هذا الصوت بالاعلى ريتحكم بصوت اللعبة وجهاز العرض هذا الو دخل بالميكروفون فانا دائما اخليه على الخمسة فاصة على الخمسة اخلي دائما عشان يكون صوت الميكروفون اعلى منه تقدر انت تخلي مثلا على اعلى شي ما في اي مشكلة طبعا هذا بما يخص الاو بي اس لكن قلت لكم انا في بعض النقاط اللي لازم تتبع عليها اثناء البس المباشر خلينا اسعى نشوفها اه نروح نشوفه ايش نفوت على القناة خلينا افوت على افتح فيديو من عندي انا احد فيديوهاتي واقول لكم ايش هي المشكلة اللي لكل شخص يغضط فيها اثناء البس المباشر اثناء هذا الفيديو نوقفه حالناها شايفين هذا انت وقت تفتح البس المباشر تدسلوا على بدء البس المباشر راح يعطيك هون مثل الترس طبعا بعد ما يبدأ البس المباشر راح يعطيك مثل الترس هذا الترس مثل ما تشوفون هو حاليا حاطتها مختار اوتوماتيك لي انت لا اختار اوطشي حطه على 144 شايفين لا تخلي اوتوماتيك لي لانه اذا حاطته على التلقائي راح هو من نفسه من يشوف سرعة الانترنت عندك زادت فراح يحطه على اعلى اعدادات اما اذا هو شاف سرعة الانترنت عندك نقصت فراح يحطه على اوطشي بس نحن هالشي كله ما يهمنا لانه نحن ما نشاهد البث هم المشاهدين اللي شاهدون البث نحن اللي يهمنا انه توصل صورة واضحة بدون تقطيع للمشاهدين طبعا اذا حطتها على 144 ما راح يؤثر اي اشي على الجودة لان انت نفسك ما راح تشاهده هم المشاهدين اللي راح يحطونا على اعلى تشي هم يريدون دقة اوضح فانت دائما حطه على 144 عشان ما تسحب انترنت من عندك والشي الثاني المهم نقطة الاخيرة اذا انت نفسك تشاهد البث المباشر كمان سوي نفس الشي مثلا انت تشاهده بالجوال او باللابتوب كمان روح وحطه على اوطشي لان انا بصراحة كنت مرة يعني اكتر من المرة صارت معي كنت وقت الاسوي بث مباشر كنت اروح دائما واحطها بهاي الصورة هون يعني خلال البث كنت احطها على اعلى شي وكنت بالجوال كمان احطها على اعلى شي فايش يصير البنك يكون مثلا عشرين خمستاش يرتفع الالف وميتين للالف واربعمية اقسم بالله بسبب هالشي كنت انا اطفل بث وابطل اسوي بث مباشر عشان هيك انصحك دائما تخلي على ال 144 لا تحط تلقائي ابدا من بدأت البث وشفت الصورة يعني شفتها بدأ البث روح على الترس مية واربعة واربعين اذا انت تشاهد يعني انت بالاول شوفوا اذا البس مثلا كانت جوتو حلوة بعد ما تحطوا على اعلى دقة بعدين نرجع على اوطا دقة عشان يعطيك سرعة انترنت مناسبة لللعبة ولل او بي اس ستوديو ام ظن انه هذا كان كل شيء يتعلق بالفثوذ المباشرة والتسجيل والصوت هذا هو كان كل شيء اتمنى انك استفد واذا استفدت شارك الفيديو مع اصدقائك لانه مشاكل لحتى حلو المشاكل الصوت اللي يعدهم اللي دائما يقولوا لهم انه والله لازم يضوفون صوت خارجي وداخلي لكن انا لكن هالشي ملو اي داعي خلص انت من نزلت التطبيق هو التطبيق رح يعطيك الصوت الخارجي والداخلي يكونون جاهزين ودائما اذا انت تشاهد يعني تريد تشوف البث المباشر حطوا على اقل جودة على مية واربعة واربعين لا تخليه ابدا عد تلقائه ودائما اذا بدك تفتح برنامج او بي اس خليه على الادمينستراتور تفتحه هذا هو كل شيء اهم النقاطي اللي حبيت اشاركه معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته